مرحبا بكم في الحلقة الساعة من اللقاء الصحفي اللي اليوم كاتستهرفوا فيه واحد طيف اللي هو غني على التعريف السي حمزة أحمام ورئيس أكاديمي سبور المنصرية السي حمزة مرحبا بك سي حمزة أحمام ورئيس أكاديمية هيروسبور المنصرية سي حمزة ما هو طموحك في الساعة أكاديمي سبور؟ صراحة كانوا بزاف طموحات اللي نطبحوا عليها ولي رجعناها كأهداف لنا إن شاء الله خلال هاد الولاية اللي نحن فيها في هيروس أكاديمي سبور من بينها إنه هيروس أكاديمي سبور توقف على رجلها وإن المشروع الريادي اللي نحن جهين به إن نلقاء المكانة دياله ونوصلوا الأهداف اللي حاطين الألوهية يعني نوصلوا لمركز تكوين لكي يهتم الفئة الصغرة السحب زا منذ تقول لكم لهمت كرئيس هيروس أكاديمي سبور شاهدنا ولمسنا كذلك محبة الجميع يعني لما الأطار ولما الناس اللي ينكلف من الموعدات مساء بالفئة والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إحنا في هيروس أكاديمي سبور كنحاول نخدمه كعائلة ما عندناش فرق ما بين حامل الأمتعاء ولا اللاعب ولا الأطار ولا الرئيس ولا المكتب المسير كنحاول نخدمه كعائلة وهذا الجو كنحاولون نخلقوه مع جميع الفئات اللي كتأثرت هنا في هيروس أكاديمي سبور السحب زا ما هي الصعودات والعراق التي وجدتوا أمونا؟ صراحة منذ خلق هيروس أكاديمي سبور وهي كتتخبط على الرغم من الإنجازات اللي كنفتخروا بها والنجاح اللي كنعتبرو نحن نجاح في ضرف الإمكانيات المتاحة كنين صعوبات اللي كن نواجهوها خصوصا خصوصا يعني المشكل الكبير اللي كي أرقنا صراحة هو مشكل الملعب يعني مشكل الملعب هو مشكل اللي خلقنا مشكل ما زال مقدرناش نحطوا التصور اللي بغيناه يكون من ناحية التكوين إضافة إلى مشاكل أخرى كإيجاد داعمين لهذا المشروع ولكن الحمد لله نحن كنحاول نلقاو حلول هذه المشاكل وعلى رغم أنها حد ساعة ما زال حلول ترقيعية ولكن كتسفيد نحن كإدارة من أننا نجرب هذا المشروع ونحاول نخرجوه ذاك المنتوج دينا بشوية بشوية الأرض الواقحة كيف ستقدون بدون وجود ملعب لهذا الفارج؟ هو صراحة مشروع ريادي بهذا التصور كي خصوء ملعب ملعب اللي غير سيكون ملعب قار يعني احنا عندنا في الأول أننا كنا نجئول للمركبات اللي كنا هنا في المنطقة وإكتراء الملعب ولكن كيف ما كتعرفوا أنه المستثمرين وأصحاب هاد المركبات يشوف واحد المشروع اللي عنده واحد مفاتيح النجاح وعنده واحد الإمكانية للنجاح إما كي بغي أنه يعني يستولي عليه إما كي بغي يدير بالمثله وكي يسبب لنا مشاكل إذا كي بقى قدامنا جوجة الحلول اللي إما كنوصلوا التوافق مع المجلس البلادي ديال المنصورية اللي احنا كننشطه على أرض أرض المنصورية أنه يتخصص لنا واحد الحسس لجميع الفئات اللي نقدروا نطبقوا فيها هاد المشروع الريادي أو أننا نخلقوا ونستثمروا في ملعب خاص بالجمعية وهو يعني المشروع اللي كنفكروا فيه على المدى المتوسط البعيد في انتظار إيجاد الحلول المادية اللي غاد تقدر تمكننا أننا نخلقوا هاد المشروع استثماري اللي أنا كم كتعرفوا بلي أنا خلق ملعب يعني ركي تطلب واحد الموارد اللي ما سهلاش خصوصا في هذه المنطقة هذي دون كيبقى قدامنا يعني هاد الحلين الحل الأول اللي كما قلت هو الملعب البلدي المنصورية أو خلق يعني المجلس البلدي خلق ملاعب أخرى اللي تقدر نحن عارفين بلي أنه هاد الملعب عنده وحد خصوصية أنه كيحتاضن الفارق الأول بالمنصورية اللي من المدة هو يعني علوده تخلق هاد الديران وهذا وكان الفارق الوحيد هنا بالمنصورية وأنه كي يشغل على يعني كي يستفد من الحصص تقريبا كاملة دي الملعب يعني للمدرسة والفئات الأخرى يعني إحنا واعين بلي أنه هاد الملعب عليه وحد الضغط ماشي بحل يعني الملعب الأخرى يعني كنشوف ملعب أخرى اللي في المدن المجاورة رغم أنها أنها مدن تاية ما كبيرةش بزاف ولكن قدرت أنها تستوعب أنه تلقى يعني من خلال تستغلال الملعب أنها تلقى حيثة لكل جمعية اللي كتستوفي شروط في إنتظار أننا نلقوا هاد الحل كيبقى مشكلة الملعب هو المشكلة اللي طارح نفسه بقوة نحن في هيروز أكاديمي سبور هاد الإشكاليه؟ أو إيجاد حل هو صراحة إحنا كنا على على تواصل دائم يعني مع المجلس بلادي شخص سيد الرئيس الحاج مبارك العافيري اللي كيحاول بدوروا أنه يلقى الحلول لكن كيف ما سبقت وقلت أنه الحالة الاستثنائية اللي كيعيشة هاد الملعب ما زال ما تقدرش أننا تلقى واحد سيغة كيفاش أننا نقدرون أننا نستفدو تحنا من الحصص في إنتظار الاقتناع الكامل يعني دل المجلس بلادي بهذا المشروع كأنه مشروع لفصالح مدينة المصورية وأنه سيقوم يعني ب توسعة الممارسة يعني الرياضية هنا بالنصورية إحنا رحل الإشارة أننا نقدم جميع يعني الضمانات والأسس النجاح لهذا المشروع لمجلس بلادي وفتحين النقاش أنه باش تعطينا فرصة أننا نترافعوا على هذا المشروع ونقنعوا المكونات دل المجلس بلادي لأنه هذا مشروع اللي غير يعود المنصورية بمجموعة من يعني الإضافة الإشعاع اللي كتعرض من المنصورية في الآوينة الآخرة أنه هذا المشروع هو قادر أنه يعطي واحد إضافة ل إضافة نوعية لا داخل المغرب نظرا لأن العلاقات شركة اللي كتربطنا مجموعة من الأندية والمؤسسات على صعيد الخارجي لاحظنا مؤخرا افتتاح بعض الفرع وهي رتب عليها هل عملية فتح فرع بباقي بذل المغرب مستمرة؟ صراحة سياسة فرع هي السياسة التي اختارناها نظرا ل مجموعة من الأسباب السبب الأول هو عدم توفر الملعب هنا في المنطقة و أننا سوف نطبق هذا المشطوع لذلك نحاول أن نرى ملعب أخرى في مدن أخرى وكذلك طلب الخدمات من مجموعة من المتتبعين لمن رباط لمن ضال بيضاء كانت طلبات أننا نقربوا لهذه المدن وأننا نقدموا هذا المشروع لا في مدينة الريباط لا في مدينة الدار بيضاء لا في مدينة المحمدية ولهذا تم خلق شركة هذه الشركة اسم هي The Heroes Academy Sport التي تصبح هذه الفرع وهذه الفرع التي تابعها لها مع العلم أنه الجمعية ما زال هنا في المنصورية للأسف ما قدرنا أننا نلقاوا ملعب مناسب أننا نفتحوا المدراسة هنا في مدينة المنصورية في مدينة المنصورية مدينة المنصورة من مدينة المنصورة أنكم ستقومون بجميع أنشط هل لهذا الحد هيروز أكاديمينا غلقت في وجهة جميع الأبنة؟ لذلك نوضح أنه ليس تجميل جميع الأنشطة وهو صراحة كان تفكير لدراسة جدية التي نفسها ستجمع في القريب العاجل لأنه ستجمع المكتب المديري لأننا نخرج بهذا القرار القرار الذي يهم مدرسة كرات القدم في مدينة المنصورية ستقوم بتجميد عنشطتها وهذا التجميد لا يخش فرق الكبار رغم الصعوبات التي يواجه لكن ستستمر بالإمكانية المتاحة ولكن الجمعية جمعية هيروز أكاديمي سبور ستقتصر على فريق الكبار هنا في مدينة المنصورية الذي ستمثل هذا الفريق الذي ستمثل المنصورية كثاني فريق في المنصورية الذي ستمثل هاتبات الشاوية دكالة وكما سبقته قلت أنه المدرسة يعني المشروع المدرسة لن توقف لأننا أعرضنا للصيغة الأخرى التي هي صيغة الشركة الرياضية كما قلنا كما قلنا أنه ستصبح الفريق أخرى التي ستبدأ من فاتح ديسامبخ أو فاتح ديجمبر هذا القرار و هذا القرار سيخرج من بعد الشيماة المكتب المديري و سيكون ندوة صحفية التي ستكون فيها مجموعة من الصحف الوطنية والإداعات الوطنية والجرائد الإلكترونية التي ستحدث فيها على الأسباب بكل وضوح الأسباب وتداعية هذه القرار أننا نجمد نشاط مدرسة الكرة القدم هنا في المنصورية بعدما كان الأمل أنه المشروع أنه يعني المشروع بأكمله أنه ينباتق من المنصورية ويبقى هنا في المنصورية و يعني يكبر هنا في المنصورية باقي هذه الأمل موجودة ولكن في الظرف الحالي نقوم بتجميل إلى حين أنها يعني توجد هذه الظرف التي ستساعدنا أن ننجحها المسروحة قبل ختم الحلقة بسيح عمزة أريد أن أعرف ما هو التخمين و و منسبة 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 وضع وضع في كاس المنصورية صراحة نحن نعيش هذه الفترة وهذه الفترة ديال الفرحة و ديال الفتخر أن المنتخب الناق رفع الراية في قطر نحيي بهذه المناسبة للدولة شقيقة قطر على هذا الافتتاح وهذه النسخة من المونديال التي صراحة استثنائية كلنا شعرنا بذلك الافتخار وذلك الاعتزاز أن الدولة عربية مسلمة تحافظ على التقافة العربية الإسلامية أنها تنجح في تنظيم هذه التظاهرة على مرأة يعني العالم بأسره نتمنى أن هذه النسخة تكون استثناء وغدا تكون استثناء إن شاء الله ونتمنى أن المشاركة المنتخل المغربي أنها تكون حتى هي استثناء أنه نصل أبعد أبعد المراحل في هذه التظاهرة العالمية التركيبة البشرية الحمد لله والظروف كينا نتمنى أنه يكون تركيز وأنه نصل إلى الهدف لأنه صراحة تشقينا أننا نشوف الكرة المغربية في المراحل المتقدمة عندنا نتقى في المنتخب وغاني نساندو وانتمنى إن شاء الله الخير لكاتبة وليد رقراكي النقطة اللي ربما أظهارت العالم نضم كاس العالم قطر 22 بنكهة مغربية على أن جميع التقافات والطورات المغربية اعتمدت على قطر مغربية زائد المغنيين الافتتاح مغاربة وكذلك الذي قام بنا حتى نسخة تكسل عالم من قطر 22 فهو من أصل هذا النقطة مهمة وهنا كانوا نوجه رسالة للمسؤولين أننا نتقوا في الطاقة البشرية والكفاءات التي لدينا في هذه البلاد سيكون مبدعين في جميع المجالات والذي عرف حق الناس هم الناس الأجانب لا أعرف في النسخة للموندية سترى الكثير الأحداث والتظاهرات تلقى مهندسي وأطباء وممثلين ومغنيين وكذلك قطر اعتمدت على الأمن المغربية بطبيعة الحال ومتمنى أن المغرب ترفع رايته في العالي وأن الدولة العربية الأمة العربية والإسلامية أنها تنجح في هذه النسخة لأنها فرصة كبيرة أننا نعرفه بالثقافة كما قلت و القيم الأخلاق التي كانت في الإسلامي لا يكون المغارطات التي نعرف بأن دول الغرب لديها مغارطات على أساس أنها دول العربية هي دول محمشة دول العالم الثالث أنها ما زال نرى جمال وهذا في هذه التظاهرات في هذا المستوى يجب أن يغير هذه المفاهيم حتى المفهوم والمغارطات التي تطيعها على الديل الإسلامي بحل هذه المناسبات أننا نقدروا نبدلوا هذه المفاهيم ونتمنى إن شاء الله الخير سيحمزا كلمة آخيرة كلمة آخيرة نشكر كورا فانتكات على المواكبة لها وتتبع دائما للفريق هيروز أكاديمي سبور صراحة العمل الذي تقوموا به نحن نلاحظه أنكم تسندوا مجموعة من الفرق وكتابعوها عن قرب حتى مع هيروز أكاديمي سبور نلاحظه أنكم تغطيوا المقابلات الداخلية والاحتلة على خارج على المصورية فبهذه المناسبة نريد أن نحيي المنتخب المغربي ونتمنى له التوفيق في هذه النسخة العربية لكأس العالم قطر 2022 وشكرا لكم مرة أخرى دورنا حمزة نشتراكم ونتمنى لكم حد موافق ونتمنى بإيجاد حلول هذه المشاكل التي تحبط فيها هيروز أكاديمي سبور التي بصم على نتائج طيبة والدليل هو الموسم الماضي أن فارق كان على وشك الصعود هذه السنة فارق في الدورة بدون هزيمة ما علينا إلا نساندوا هذه الشباب وهذه الأخرى وكنتمنى لكم أحب السعيد شكرا إلى اللقاء مشاهدنا الكرام لنعود مع ضيف أخر إن شاء الله في حلقه سلام عليكم لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله